اسم الدرس أرسم الزوايا وأقيصها أستحضر أولاً أصنف الزوايا التالية حسب نوعها الإجابة الزاوية الأولى والخامسة قائمتان الزاوية الثانية والرابعة حادتان الزاوية الثالثة منفرجة أستكشف ثانياً ألاحظ الزاوية التي رأسها ألف وظلعها ألف باء وألف جيم إنها الزاوية ألف باء ألف جيم أكتب رمز الزاوية التي رأسها واو الإجابة الزاوية التي رأسها واو ظلعها واو سين واوعين وهي الزاوية واو سين واوعين أذكر نوع كل زاوية الإجابة الزاويتان لهما نفس الفتحة وهما زاويتان حادتان أنقل الزاوية التي رأسها باء على ورقة شفافة ثم أعتمدها كوحدة في قيس فتحتي الزاويتين هل مكنتني هذه الوحدة من القيس الضقيق؟ الإجابة القيس باعتماد هذه الطريقة المقترحة ليس دقيقاً أبحث عن حل لتحقيق ذلك ما هي الأداء التي توصلت إليها؟ الإجابة الأداء التي تمكننا من قيس فتحة زاوية بطريقة دقيقة هي المنقلة ألاحظ أدات قيس الزاوية وأقدم ملاحظاتي لأصدقائي أحدد مراحل استعمالها الإجابة أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية التي نريد قيس فتحتها أحرص على تثبيت خط الصفر على أحد ظلعي هذه الزاوية رأس الزاوية مركز المنقلة أقرأ التدريجة التي توافق الظلع الثاني للزاوية التدريجة تشير إلى ثلاثين إذن قيس فتحة هذه الزاوية هو ثلاثون درجة أتدرب ثالثاً أقيس فتحة كل زاوية باستعمال المنقلة وأتم الكتابات بما يناسب الزاوية ألف صاد ألف سين تساوي الزاوية ميم با ميم جيم تساوي الإجابة بعد استعمال المنقلة لقيس الزاوية تحصلنا على الأقيسة التالية الزاوية ألف صاد ألف سين تساوي تسعين درجة الزاوية ميم با ميم جيم تساوي مئة وثلاثين درجة الزاوية با واو با نون تساوي تسعين درجة رابعاً أرسم زاوية ألف با ألف جيم قيس فتحتها بالدرجة خمسين الإجابة باستعمال أداة قيس الزاوية المنقلة أرسم الزاوية ألف با ألف جيم تساوي خمسين درجة بعد رسم ألف جيم وتحديد التدريجة المناسبة أرسم زاوية ثانية ألف با ألف صاد قيس فتحتها بالدرجة أربعين حيث ألف صاد غير محتوى في فتحة الزاوية الأولى الإجابة لرسم الزاوية الثانية ألف با ألف صاد تساوي أربعين درجة أضع خط الصفر على ألف با ظلع الزاوية الأولى وأعين موقع التدريجة أربعين ثم أتم رسم الزاوية ألاحظ ثم أعرض ما توصلت إليه على أصدقائي ماذا أقول عن هاتين الزاويتين؟ الإجابة قيس فتحة ألف با ألف جيم مع ألف با ألف صاد تساوي تسعين درجة إذن هما زاويتان متتامتان